أما السعادة بقى فأنا عايزك تتضرب على ثلاث حاجات في السعادة عشان تبقى سعيد أول أبواب السعادة الرضا وراحت البال فعشان تكون مرتاح البال تعود في رمضان حاجة لطيفة هيساعدك فيها أن أنت بتبقى منهك وحاجات زي كده فهتساعدك على ثلاث عبادات لطيفة أو قوي العبادة الأولى هي التغاضي ما تلتفتش العبادة التانية أن أنت تشوف فضل الناس الآخرين تشوف ده زكي ده شاطر ده بتشوف ده ده حاجة مهمة جدا جدا الحاجة الأخيرة اطلق الأحكام ما تحكمش على حد يبقى بالحاجات الستة دولة اللي احنا ذكرناهم أنا متصور أن احنا ممكن يبقى عندنا عمل جيد في رمضان وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينالهم رمضان بنفحاتي وأن احنا نكون غريقين في أنوار الله سبحانه وتعالى وأنا دايما بقول كده أن الله سبحانه وتعالى ما فتحش أبواب الجنة إلا عشان نكون على أخلاق أهل الجنة ومغلقش أبواب النيران إلا عشان نعرف أن ربنا دعمنا عشان نتخلص من كل قبيح إذا كنا عاجزين نعرف في الحقيقة أن نحن أدئي من أهل رمضان فتعالوا أن نتحلى بكل مليح وأن نتخلص من كل قبيح ونحن في مأمن من هذا الشيطان الذي يهوسوس لنا فلم يبقى إلا أن نتعامل مع أنفسنا الأمارة بالسوء إن شاء الله معنا مدد ربنا لأن ربنا أدخلنا في حسنه في رمضان عندما قال فإنه لي يا رب اجعلنا خالصين لك واجعلنا في مأمن واجعلنا في سكينة واجعلنا ممن فازوا في رمضان واجعلنا ممن كتبت لهم رمضان في ميزان حسناتهم يا كريم يا رب العالمين اجعل رمضان اجعل رمضان لنا بابا من أبواب الاتزان حتى نذوق حلاوة الإيمان ونكون مع النبي العدنان بخير وسلام وغفران